الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنا قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك صدق الله العلي العظيم بعد آية الكرسي في سورة البقرة هناك مقطع من الآيات القرآنية الآية التي تلوتها عليكم هي الآية الثالثة من هذا المقطع الآية السابقة عليها قضية عزير الذي تساءل أنا يحيي هذه الله بعد موتها رأى عظاما كيف يحيي الله عز وجل متى وكيف يحيي الله عز وجل هذه الموتى الله سبحانه وتعالى ما أجابه بالوحي عزير كان نبيا أن ناس نحيي الله سبحانه وتعالى ما أحيا له ميتا من هؤلاء الأموات إنما أماته الله عز وجل وأمات ما معه من الحيوان مئة عام بعد مئة سنة الله سبحانه وتعالى أحيا وأحيا الحيوان الذي كان معه يعني مرة الإنسان يرى مرة الإنسان يسمع مرة الإنسان يرى مرة الإنسان يلمس ثم القرآن الكريم يذكر سؤال أو طلب إبراهيم عليه وعلى النبي وعلى الله الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت الله عز وجل يعلم أن إبراهيم مؤمن ولكن دفعا لعله دفعا للشبهة عن إبراهيم دفعا للتهمة عن إبراهيم سأله قال أولم تؤمن لماذا تريد أن ترى أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي العلم موجود ولكن أريد شيء أعلى من ذلك إيمان موجود أريد شيء أعلى من ذلك أريد أن أرتقي إلى مرتبة أعلى قال فأخذ أربعة من الطير طبعا كان يكفي طير واحد لا أربعة لكي تختلط أجزاء هذه الطيور والتقاء ذرات هذا الوجود يولد أشياء ثانية والالتقاء أحيانا يوجد الدمج من حيوان إلى أحيوان قال فأخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك لها معاني عديدة من جملة معاني هذه الكلمة يعني أضممهلن إليك يعني خذ الطير ضمه إلى صدرك الإنسان يرى الطير حيوان له حياة إذا أخذ الطير يحس بوجود الحياة في هذا الطير أكثر طبعا لا أنت يا إبراهيم خذ الطير ضمه إلى صدرك حتى تستشعر حتى تحس بنبضات قلبه حتى تستشعر بوجود مشاعر فيه حتى تستشعر جيدا بكل وجودك ليس فقط بعينك ليس بعلمك لا بلمسك تلمس هذا الشيء تضمه إلى صدرك بعد ذلك اذبحه الإنسان عنده معلومات كثيرة كثير من هذه المعلومات بل أكثر هذه المعلومات علم هذه مرتبة الأعلى من هذه المرتبة أن الإنسان الشيء الذي يعلم به يحسس نفسه به أنت تعلم أن الثلج بارد سمعت من أناس ثقات تثق بهم صادقون قالوا لك أن الثلج بارد لا بأس عندك يقين مئة بالمئة هؤلاء لا يكذبون هؤلاء صادقون هذا العلم أما أن تأتي أما أن تأتي وتجعل يدك الداخل هذا الثلج هذه مرتبة أعلى الشيء الذي كنت تعلم به الآن أحسسته إحساس بهذا الشيء وشيء موجود ولكن آثر البرودة لا يظهر إلا بالإحساس بالعلم آثر البرودة لا يظهر عادة إلا في حالات نادرة أنت تعلم أن الثلج بارد هل تحصل آثار البرودة في جسمك لا أما عندما تدخل يدك في الثلج تحس البرودة بجسمك ليس فقط بعلمك بجسمك أيضا تحس تحس هذه البرودة أنت تسمع أن المنظر الفلاني في المكان الفلاني جميل جدا تسمع أما واتتيقن من كلام الثقات الذين أخبروك أما أن تذهب هناك وترى المنظر بعينيك هذا شيء أعلى تسمع أن الطعام الفلاني لذيذ جدا أما أن تتذوق هذا الطعام أن تأكل لقمة من هذا الطعام عند ذلك تعرف معنى أن الطعام لذيذ كنت تعلم شيئا ولكن الآن لمست هذه اللذة في هذا الطعام ولذي قال بعض الأشياء من المحسوسات تدرك ولا توصف لا توصف يعني هي توصف ولكن الوصف لا يوصل لا يبلغ المعنى الدقيق القضايا الكبيرة المصائب الكبيرة الأفراح الكبيرة المناظر الجميلة جدا هذه حتى لو وصفت لا تتمكن أن توصل أن تبلغ المعنى بالصورة المطلوبة هذه في الأمور المادية هكذا المعنويات في المعنويات الإنسان المؤمن يعرف أمورا يعلم أمورا ولكن كثير من هذه الأمور نحس بها أو لا نحس بها لعله أكثرها لا نحس بها نعلمها فقط ولذا آثار هذه الأمور المعنوية أحيانا تكون في نفس الإنسان ضعيفة في نفس الإنسان المؤمن الذي يؤمن بها نحن نعرف أن الصلاة العبادة بالصورة عامة فيها لذة نعرف ولكننا نحس بهذه المعرفة بهذا الشيء الذي نعرفه نلتذ في الصلاة نحن بعض الناس يلتذ بالصلاة هؤلاء الذين كانوا يطيلون في الصلاة طبعا مع عدم وجود مزاحم أهم كانوا يتلذذون يحسون بهذه اللذة ينقل أن أحد العباد على ما ببالي شيخ حسن علي الأصفهاني المشهور بالنخدكي مدفون في مشهد متوافق قبل أكثر من سبعين سنة كان يصلي صلاة الليل على ما ببالي في الصحن الشريف للإمام أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام يعني تحت السماء صيفا وشتاء وتعلمون شتاء قارس بارد جدا في مشهد والثلوج أحيانا تنزل حتى في تلك الحالة صلاته في وقتها كان يصليها صلاة الليل لعله وكان يطيل ركوعه وسجوده طبعا تلك الأيام ما كان هناك ازدحام أحيانا بعض الساعات ما كان شخص واحد في كل الصحن الشريف في شدة البارد عند نزول الثلوج من السماء ما كان أحد أصلا خصوصا أنا ذاك قبل أكثر من سبعين سنة يقف وحده في الصحن الشريف يصلي ويطيل ركوعه وسجوده حتى أن الثلوج كانت تتراكم على ظهره يطيل سر ركوعه وسجوده لا يعني نصف دقيقة يعني خمس مرات يذكر ذكر الركوع السجود لا يعني نصف ساعة يعني ساعة لا أعلم ركوع هذا يتلذذ بالصلاة هذا يحس بالأذة بعض العباد أكثر من شخص لعله كان حسب المنقول طيلة أيام السنة كانوا يصلون صلاة الليل في ركعة الوتر في القنوة يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي في السجدة الأخيرة يقرؤون دعاء كميل طيلة أيام السنة طبعا إنسان شيئا في شيئا يحفظ حتى دعاء أبي حمزة الثمالي سهل الحفظ بعض العبارات حفظها صعب بعض العبارات حفظها سهل بعض الأدعية حفظها سهل جدا أنا أدعو دعاء أبي حمزة الثمالي كيف أدعو في ليالي شهر رمضان في وقت السحارة الإنسان يدعو هذا الدعاء لا هذا العابد يحس بلذة هذه اللذة التي أجدها أنا في الأمور المادية هو يجدها في دعاء أبي حمزة الثمالي يجدها في صلاة الليل المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه في قصته المشهورة الذي أرجع المجوهرات إلى البعر عندما أراد أن يتوضى فخرجت مجوهرات أرجعها إلى البعر قال إلهي أحمد اسمه أحمد المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه أحمد يريد ماء للصلاة يريد أن يتوضى لصلاة الليل لا يريد مجوهرات هذا يجد اللذة الشيء الذي نحن نسمعه هو يحس به واقعه هذا لذة العبادة أنا أعفو عن من ظلمني أنا سديع العافو كلمة نقولها جربنا العافو العافو عندما يقع الظلم علي ظلم شخصي كلامه ليس الكلام عن القضايا الدينية ذاك موضوع آخر ظلم شخصي يقع علي من قبل الشخص وأنا أتمكن أن أرده أتمكن أن أعمل عملاً مثل عمله ردت فعل تكون لي عند ذلك أعفو أو لا أعفو أقول أنا أعفو في وقت الصعوبة أنا أهل لا للعافو أم لا أنا أجرب العافو أو لا فقط أقول أعتقد أن العافو شيء حسن كل مؤمن يعتقد العافو عند المقدرة شيء حسن مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه وكان حاكماً آنذاك في تلك المنطقة مقاطعة كبيرة كانت تحت سيطرته ذلك الشخص أحد الجهال رماه بشيء استهزأ به في الشارع العام أمام الناس كان يتمكن أن يرد عليه على أقل التقادير بالمثل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم خلاص الله عز وجل أجاز لا ذهب تركه ذهب يدعو له لهدايته وكان يقدر لو كنا نحن كنا حتى نتمكن أن نؤطره بإطار شرعي نقول تربية لا حتى يتأدب حتى يتأدب أنا إيماني يضعف أنا ما أكون قد جربت العافو إذا أريد أن يتأدب ذاك مالك الأشتر لا يصبح مالك الأشتر مالك الأشتر بهذه الصفة تصبح مالكين أحد كبار مراجع التقليد دام الله ظله في أيام شبابه أنا القضية سامع من بعض الأشخاص الذين كانوا في ذلك الظرف في أيام شبابه قبل أن يصبح مرجعا كبيرا شخص أمام الناس صفع هذا المرجع على وجهه بالشارع ما رد عليه هو وكان شابا أنا ذاك وتعلمون هذه القوة في الشباب أشد القوة القوة الغضبية الشهواني هذه عادة في الإنسان الشاب أقوى ما رد عليه وكان يمنع أصدقاءه أن يذكروه بسوء لا أن يرد عليه أن يذكروه بسوء حتى بمقدر أن يذكروه بسوء كان يمنع أصدقاءه أن يذكروه بسوء تتمكن لك جماعة شخصية أنت محترم هنا يظهر أنت تعفو أم لا تجرب العافو أو تقول العافو شيء حسن تحسس نفسك العافو أم لا إلى أن تصي للدرجة من العافو إلى تلك الدرجة العالية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما سيطر على جيش عائشة وجماعتها ماذا صنع وكان الحاكم الأكبر على وجه الأرض وهؤلاء حسب التعبير الذي نعبر في هذا العاصر مجرموا حرب أثار حرب داخلية داخل البلد الإسلامي ماذا صنع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة عفو عنهم كلهم خلاص في يوم القيام الحساب أنا الآن مقدر أعفو كما صنع من قابل أخوه صلى الله عليه وآله مع مشرك مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء سنوات من الحروب جيش عائشة سبب قاتل آلاف من المسلمين ستة عشر ألفا أشرين ألفا أكثر أقل أقوال عفو عنهم خلاص ناهيك عن أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن أكثر هؤلاء سوف يستمرون على طريقتهم في عدائهم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع ذلك عفو عنهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أنت تسمع البر تقول عن البر أشياء تعطي كل هذا لا تنال البر بل لن تنال البر إلا أن تحسس نفسك تنفقوا مما تحبون شيء تحبه تنفقه تحسس نفسك قل هذا ليس هذا ليس نيلا للبر نيل البر عندما تحسس البر شيء تحبه تنفقه الخطباء الكرام ينقلون تلك المرأة التي أرسلت ولدها الشاب في يوم عاشراء ليدافع عن إمام زمانه لعله الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام منعه حفاظا عليه لأمه الخطباء ينقلون أنها قالت للإمام قالت سيدي أبا عبد الله أتثكل بك أمك فاطمة ولا أثكل بولدي ماذا تريد أن تقول هذه المرأة هذه المرأة تعرف أن ولدها والملايين من أمثال ولدها والمليارات لا يعادلون قطر واحدة من دم زيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ولكن تريد أن تقول أنا أعرف ما يصيب أمك وأنا لا أتمكن أن أصل إلى مستوى فهم المصيبة التي تنزل على قلب أمك فاطمة هذا الشيء لا أتمكن أن أدركه ولكن أريد أن أحسس نفسي ولو بشيء قليل ضئيل من ذلك الألم الذي يصيب أمك فاطمة الزهراء صلى الله عليه بعضنا لا أتحدث عن المجرمين الذين يؤذون الذين يضربون الذين يسجنون لا بعضنا يستشكل على الشعار الحسيني المقدسة لماذا لا داعي من هذه الشعيرة من تلك الشعيرة إشكال وناس مؤمنون يستشكلون لماذا نستشكل؟ هذا الإشكال لماذا؟ لأنهم لا يحسون ونحن جميعا كلنا لا نحس بشدة المصيبة التي نزلت على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام نعرف المعرفة موجودة العلم موجودة مصيبة ما أعظمها من مصيبة لا يوم كيومك يا أبا عبد الله كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله كما قاله الإمام المجتبى كما قاله الإمام زين العبدين لا يوم كيوم الحسين صلوات الله عليه وعليه أجمعين نعرف كمعرفة موجودة علم موجود المشكلة إحساس غير موجود ولذا نستكثر بعضنا يستكثر لماذا التطبير لماذا البكاء بصوت عالي لا داعي هذا لا يحس وأنا وأمثالي أيضا لا نحس إحساس بالمصيبة بعظمة المصيبة ما عندنا ولذا الذين كانوا يحسون بالمصيبة أكثر مننا يعرفون المصيبة دركا للمصيبة لمسا للمصيبة أكثر أمثال الفقيه الدربندي أمثال الشيخ خضر بن شلال هذا الفقيه الكبير كتبوا في كتبهم موجود هذا الشيء مطبوع أن الإنسان يعرض نفسه للقتل في هذا الطريق جائز ومستحب في طريق الشعار الحسينية إدراك هؤلاء أكثر مني ومن أمثالي الذين نستشكل هو يدرك أكثر مني طبعا هو أم لا يدرك إدراكا كاملا الذي يدرك إدراكا كاملا يقول ولا أندب أنك صباحا ومساء ولا أبكي أن عليك بدل الدموع دما ذاك هو الذي يدرك يعني ماذا عاشوراء ذاك هو الذي يحس بعاشوراء نستشكل قطرات من دمي أن الإنسان العادي أجريها على هذه المصيبة الكبيرة أين نحن إحساس ما عندنا عندنا عالم إحساس غير موجود نموذج خامس أذكر لكم لقاء الإمام أرواح العالم نفداها كم هو لذيذ نحن نعرف لذة لقاء الإمام ولكن قد نكون أقول عندنا أيضا إحساس ولكن إحساسنا ليس بتلك الدرجة العالية شخص يلتقي بالإمام أرواح العالم نفداها في مسجد السهلة الآن بعد خمسين سنة هذا الشحن شحنة تلك النظرة لعلها لثواني تلك الشحنة تبقى فيه بعد أكثر من خمسين سنة يعمر بأن يكتب يكتب ويكتب ولا يمل من الكتابة كيف يكتب هذا العدد تلك النظرة لها شحنة لها تأثير أنا أقول الذي ينظر إلى الإمام أرواح العالمين فداه يتأثير أنا أقول هذه الكلمة هو أحس بهذا الشيء هو اللمس هذا الشيء وهكذا وهل مجرى نماذج ونماذج نحن في الأمور الدنيوية لا نكتفي بالعلم نريد أن نلمس الأشياء يقال للمكان الفلاني جوه لطيف الجو جدا لطيف يعني لطيف كل الأجواء جيدة كلها نعم الله سبحانه وتعالى ولكن حسب تعبير الناس لا حار لا بارد شيء بينهما المنظر جدا خلاب الكذا الماء العاذب أسمع خلص أكتفي لا أذهب حتى أشرب من ذلك الماء حتى أرى ذلك المنظر حتى ألمس تلك الأجواء في الأمور المادية نحن لا نكتفي بالعلم نريد أن نحس الأمور المادية في الأمور المعنوية أيضا نكون هكذا نحاول أن نحسس أنفسنا عمليا هذه القضية تحتاج إلى عمل عمليا نحسس أنفسنا بهذه الأمور المعنوية التي نعرفها المعرفة شيء إحساسنا بهذه المعرفة نحتاج إلى فصرهن إليك وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزء ثم أدعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم طبعا هذا المعنى الظاهر للآية المباركة في حديث شريف أقرأ لكم هذا الحديث المختصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين معنى آخر معنى باطني لهذه الآية الكريمة معنى جميل وصحيح بعض العلماء علقوا بعد هذه الرواية الشريفة أن إبراهيم أمر بالأمرين ذكر الإمام عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف في كتاب الخصال الشيخ الصدوق لضوان الله عليه هذه الرواية وردت ذكر المعنى الظاهري لهذه الآية المباركة ثم قال عليه الصلاة والسلام الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال وتفسيره في الباطن خذ أربعة من الطير يعني ماذا تفسيره الظاهري واضح خذ هذا الطير الأربعة تفسيره الباطن يقول عليه السلام وتفسيره في الباطن خذ أربعة من من يحتمل الكلام اللي عنده قابلية يا إبراهيم أخذ أربعة من تلاميذك من أصحابك الذين يتحملون فاستودعهم علمك ثم بعثهم ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا يعني ماذا ثم بعثهم في أطراف الأراضين حججا لك على الناس وإذا أردت أن يأتوك ثم ادعوهن يأتينك سعيا وإذا أردت أن يأتوك دعوتهم بالاسم الأكبر ظاهر يعني الاسم الأكبر لله سبحانه وتعالى دعوتهم بالاسم الأكبر يأتونك سعيا بإذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد ببركات السيد الكريم الطاهر الطيب زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يزيد الإيمان في قلوبنا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد الله أكبر الله أشهد أن لا لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنيني أشهد أن أمير المؤمنين علي ورثات أن أمير المؤمنينonden